واجه رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب مقاتي تحديات كبيرة تتلخص في مهمة انتشال البلاد من الانهيار الاقتصادي والعودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي لجلب استثمارات خارجية إلى البلاد ماريا العجال والتفاصيل إصلاحة اقتصادية ومالية عميقة تعتزم الحكومة اللبنانية تأخذها من خلال توصلها العملي والمباشر مع صندوق النقد الدولي لانعاش الاقتصاد في البلاد وجلب المزيد من الاستثمارات الخارجية التفاوض مع صندوق النقد هو باب أساسي لعملية الإصلاح إصلاح الدولي المالي والمصرخي لأن هذا الأمر سيسمح للبنان باستخطاب استثمارات نحن نعرف أن كل الدول ربطت مساعدتها إلى لبنان بنتيجة التفاوض مع صندوق النقد إعادة هيكلة قطاع المالية عبر منافقة عمل المصارف المؤسسات العمومية التي لطالما ارتبط اسمها بقضاء فسادة خطوة مهمة بالنسبة لحكومة ميقاتي من أجل تحسين المناخ الاقتصادي في البلاد إعادة تنظيم الإنفاق الإنفاق في لبنان هو إنفاق فيه الكثير من الهدر والفساد وبالتالي هناك أكثر من تسعين مؤسسي يجب أقفالها ومؤسسي أو وزارة يجب أقفالها وهذه المؤسسات هي حقيقة قسم كبير منها غير مجدي ما بيأدي إلى الخدمات المطلوبة عمليا على الأرض هذا واستلم قبل أيام مصرف لبنان المركزي مستحقات البلاد من صندوق النقد الدولية المعروفة بحقوق الصحب الخاصة والتي تتجاوز قيمتها مليار دولار